بسم الله وأصلي وأسلم على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله اليوم المطبخ أبو ساجل عن نبي جاء لكم واحدة بيتزا لا بات روعة ولا صوص أروع بسم الله ما شاء الله البات هذه تجاوها غير عن أبو ساجل بات بسم الله ما شاء الله صوص بتاع البيتزا هذه كذلك يعني ولا أروع أنا عندي في القناة عدة وصفات للبيتزا إذا أحبائي روحوا شوفوهم فقط وميزو بين هذه والأخرى كما نعرف كل في أي وصفة فيها مقادير فيك في التحضير روح شوفو بعضنا كيف تحضير المقادير وروح نشوفو يالله روح نشوفو يالله روحو أنا فقط تستسمحكم بأن تضعوا ذلك الإعجاب حتى يعني انتشر الفيديو روحوا هنا في ريسيبيون كما كم تشوفو رح نحط مكوينة تانا أنا عندي هنا كاس هليب لحب يحط الماء يحط الماء وعندي كاس ونصف من الماء الحليب يكون دافئ والماء يكون دافئ لأنه الحل بارد وكي تخمر الخميرة يجب أن يكون ماء يكون دافئ أنا فقط لحب يحط كسان ماء ونصف كاس حليب ونضيفه ملعقة كبيرة خميرة وشوية هكا تشوهم مع الأخر لأن الحل بارد يعني لازم نزوده شي خميرة وحطيت ملعقة كبيرة تع سكر ونجيب فوي ونحرك تمليح نغلق عليها نخليها تتفاعل حوالي ربع ساعة ونرجع لها بعد مرة ربع ساعة كما كم تشوفو تتفاعل الخميرة تانا جبت كاس إلا ربع تعز زيت وحطيته ماء هذا الخمير الحليب نصف ملعقة كبيرة من الملح ونجيب فوي ونحرك جيدا حتى تتماسج كل مكونات مع بعض أنا نبدأ نضيفه الثالين بالكاس الثلاثة حتى نكملهم ضفنا في الدربة الأولى أو دفع الأولى زوج كسان ونخلطه ونعوده نضيفه زوج كسان ونخلطه هنا هنأعمل كمية كبيرة هنأعمل ربع بلاوات زوج يعني دائري وزوج مربعة يعني كمية كبيرة خرجت لي ربع بلاوات زوج كبار وزوج صار هنا هنأعمل فارين أخذت لي 8 كؤوس يعني كل كاس فيه 125 غرام يعني كيلو فارين كيلو فارينة أو طحين أو دقيق الأبيض أخذت لي كيلو انتم تقدروا تضيفه أكثر أو أقل حسب نوعية الفارينة هنا نبدأ نلم العجيناتي كما تشوفوه بالكاس نحط بشوية بشوية حتى ان تحصلوا على عجينة تكون طرية ما تكون شجارية وما تكونش قاصحة يعني يسر أكدأ ونضلكها حوالي دقيقة دقيقتين باش يعني هذك الفارينة كامت تدخل في العجينة ونحطها في رسيبيون تخمرنا وقت الغمور يعني حوالي ساعة أو ساعة الأربع حسب درجة الحرارة للبيت نغطيها ونذهب هنا نخدم الصلصة أنا جبت حبة بصل كما كم تشوفوه وجبت كمية من طماطم حوالي كيلو أكداك ونضيف كمية أخرى نقطع البصل قطع كما هذي نجيب الأشوار تاعي واللي عنده مكسر ونضيب المكسر الصلصة بالبصل هذي جي روعة 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 أنا نحب البصل في الصلصة اجربتها كده المرة جيني ولا أروع ونجيب الطماطم هذي كنقصها عشوائيين فقط هكدا ونضيفها في الأشوار تاعي نعمل كمية ملاحة طماطم أو الصلصة هذي هنا جبت ثوم كنت رحيته وجمدته نضيف كمية كبيرة لأنه بيزا تحب الثوم حطيت كمية من الملح أصف الضوق العكري أفلفل أحمر ونزيد كمية فلفل أسود منعقة صغيرة هريصة ونغطي على الأشوار تاعي ونرحيهم كامل نحن نرحيهم تماما يعني الصلصة ضوقة بسم الله ما شاء الله روعة 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 أنا قدرت كمية لولا ورح نضيف كمية تانية ونرحيهم كامل ونحطهم في إينا أو في برما باش نروح نخدم القدزة تاعي شوفوا هنا رحيتهم كيف فهني حمرة طماطم بسم الله ما شاء الله هذي قوامها نحطهم في البرما هنا ونروحوا لعجينة تانية بعد ما خمرت شوفوا بسم الله ما شاء الله حتى الغطاء هذي تهذي الفوق يعني عجينة ولا أروعة تقدروا تعتمدوها في البيتزات ما رح ما تندموش عليها أبدا عجينة صدقوني روعة 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 يعني وتعطيكم كمية كبيرة هنا نضي قزها نضي قزها نضي قزها نحل هذا الهواء ونحبطها نضي قزها نضي قزها في طاوة العمل ونقسمها على ربعة هنا نقوم بزوز كبار وزوز صغار يعني زوز دائري وزوز مربعة يعني نقسم على ربعة كما كما رأيت هنا ونضي قزها نضع فيها الزيت وكل قزها نضع فيه خبزة تعجينة نقوم بكامل هكذا ونضعها نضي قزها نضهنه مليح كما كما رأيته نضهنه على الحواف في الوسط مع الجانب لكي بيزاتينا ما تتصقش معنا نجيب العجينة نحلها هكذا نحلها هكذا فقط وخلها ترتاح لكي تتحل معي بكل سهولة نضعها على الجانب ونجيب البلاعة الأخر كذلك ونبدأ نضع فيه الزيت هكذا نضيه كامل كامل ونجيب العجينة تعي ونحلها كما أختها ونضعها على الجانب أنا هنا عندي ربعة قطة ربعة خبزات نضعها كامل ونحلهم هكذا بعد أن نرجع اللولا نجيبها تحلت معي بكل سهولة سنحلها بكل سهولة هذا الثالث ونجيب البلاعة الرابعة ننصحكم كي تخدموا بكل سهولة كبيرة أخدموا هكذا قرصوهم كل ونبدأوا باللولا نجيب البلاعة الرابعة أنا كنت هنا كنت قادر نصور بكل سهولة فقط ولكن أعطيتكم هذه الأستيس لكي تأتي بكل سهولة خفيفة وهشة يعني ما تطيب اللولا تكون الثانية طلعت وما تطيب الثانية الثالثة طلعت هكذا نكملوا نرجع اللولا هنا نبدأ ونحلوا فيها شوف كيف تحلت بكل سهولة نجيبوا السلسة نحطوا مغرفة السلسة ونضوروا ونزيدوا كمية صغيرة ونقوموا بكل سوى ونقوم بحق ونقوم بحق ونقوم بحق ونقوم بحق والزيتون والزيتون والطونة يعني شيء اللي عندك في الدار يمكنك أن تقدروا ثلاثها يعني ليس محطا إنو تكون تماما نقوم بحق ونعمل زيتون السود والزيتون والزيتون كمية صغيرة فقط فقط وكمية من الطونة وعندي جمل شدار كنت رفيته هذا يبيع كم الكاشير خاص بالفيتزا رفيته ونحط كمية على الجوانب بعد كتب الفيتزاتي في نص طياب سنضيف لها الجمل خطيته في الفرن على 240 درجة مئوية وجبت العجينة الثانية اللي كنت تحريتها معكم تتحل بكل سهولة ونجيب الصلصة ونبدأ ونضعه في طماطم نرى طماطم بسم الله ما شاء الله حتى الضوغتها بالفلفل والعكري والسود والملح والهريسة ضوغها روعة 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 بسم الله ما شاء الله نكمل الصلصة كاملة نجيب مغرفة ونعدلها كاملة ونجيب فلفل حلو زيتون اسود ونبدأ ونضع الطونة الجبن يعني كما عملنا نعمله الثانية هنا نص طياب جبت الجبن ورجح ورجح الفرن ونحب يضيف شامبينيون الحم مرحي كما تحبو انت انت مش تحبو ديرو ديرو وجات بيتزا بسم الله ما شاء الله نكمل هذه ونبعد نكمل الاخرين انا صورتكم اللولة والتانية فقط بعد الاخرين راح تشوفوهم هذه بيتزا اللولة طابط كما كنت تشوفوه بسم الله ما شاء الله جات تاني صدخوني ومقرمشة ولا اروع يعني حطيتنا شوية زيتونة مفوق هي سخنة ونجيب سكينة ونبدأ نقسم فيها بيتزا تاني عاقيد ما ترتاح وعاقيد ما تطول في البلاتيانا قبل ما انطيبوها عاقيد ما تجي هشة ومنفوخة يعني كي تقرصوها ما تحطوهاش مباشرة خليوها حد الاربع ساعة حطوها كتحطو اللولة التانية والتالتة والرابعة تلقاهم ديجا طلعوا ولو خفاف بسم الله ما شاء الله كين طيبوهم يجيوا ولا اروع هذه بيتزتنا كما كم تشوفو جات يعني روع 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 سنقسم قطعة منها هكذا نقرتك من الكاميرا تشوفو طيبة من الاسفل من الفوق يعني في كل جوانب الطياب يعني موحد طيبناها من التحت ثم بعد هبطناها للتحت وطيبناها شوية من الفوق حوالي اصدقائها فقط تقدروا طيبوها من اسفل فقط يعني وهذه بيتزتنا كما تلكم الروح والاخرى الكاريتانة الكاريتانة قصيناها كما كم تشوفونا اصدقائها انا ندرت شوية مايوناز والخطوة هذي تقدروا تستغنوا عنها مايوناز مش عمي لازم ولكن انا الاطفال في الدار حبينها وعندي سيجد ولدي نعمده البيتزا عنده عيد عيد كدير تخل من المدرسة صدقوني فرح فرح يعني ما تصوروهش لذلك نحب نفرح بيدي هذي هم ثلاثة بيتزا اللي خدمت زوز طابو والاخرى ستستنى باش تطلع شوية والرابعة راي في الفرن هذي اللوله الثانية والثالثة هنا هيتطلع والرابعة في الفرن هذي الرابعة اتمنى تكون عجبتكم اللاطات هذي وصلصة هذي نقسم معاك مرسو كما كم تشوفو تقسم يعني بكل سهولة هنا في الزاتي راي بردت شوفو طرية طرية روها يعني من تحت تقرمش في الوسط يعني طرية شوفو الدوب الفم احبائي ما بقى إذا نقولكم تهلو في الواحكم ورب يحفظكم ان شاء الله لا تنسونا من الدعاء كمانا ننساك من الدعاء والدعاء لإخوانكم في غزة بالنصر ان شاء الله رب يجزيكم كل خير رب يحفظكم رب يتبتكم رب يعطيكم منهم ان شاء الله سلام الحار لكل أبنائي وبناتي ونقولك يرحم وليكم على تعليقات المحفزة ودعوات دايما نلقى الدعوات تعليقات ان شاء الله وحفظت أساميكم تقريب كل سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر